لم يشهد العراق بعد عام 2003 صراعا أشد شراسة بين الأحزاب الحاكمة مثل ما شهدته مرحلة ما بعد انتخابات عام 2021 التي قد تكون آخر انتخابات في عمر العملية السياسية الفاسدة الإطار التنسيقي والتيار الصدري وجدات طريق مسدودا للوصول إلى محاصصة حكومية جديدة فكلاهما يملكان مشروعين مختلفين في الشكل رغم اتفاقهما بالمضمون القائم على نهب ثروات البلاد وظلم الشعب العراقي لكن القاعدة تقول شركاء الخراب اذا اختلفوا على الغنيمة فان توافقهم مرة اخرى يصبح شبه مستحيل في اقل من شهر عدة حوادث هزت العملية السياسية فضائح تسريبات المالك الصوتية ترشيح محمد شياع السوداني ذلك الشخص الجدلي اقتحام انصار صدر مبنى البرلمان ولعل الحدث الاخير الذي سماه الصدر جرة اذن ينذر بصراع تفوح منه رائحة الدماء حيث ان كلا الفريقين يملكان اجنيحة ميليشيوية تترقب انطلاق شرارة حرب ضروس لا يمكن ايقافها يؤيد ذلك ما ذكرت صحيفة والسيتري جورنال ان الاضطرابات التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد هي بمثابة تحذير من توترات اكبر في الايام القادمة ما يثير التساؤل والدهشة ان رعاة المنظومة الحاكمة في الخارج وخصوصا في ايران يبدو انهم لم يتمكنوا من احتواء الصراعات بين الاحزاب على خلاف ما كان يحصل سابقا حيث كانت الخلافات تحسن بمجرد اجتماع مسؤول ايراني بزعماء الاحزاب والكتل فمنذ انتخابات عام 2021 شهد العراق زيارات كثيرة لقائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قآني ومع ذلك لم يتمكن من حسم خلافات الاحزاب العراق اليوم يشهد الاثار السلبية لتراكمات الفساد والفشل الحكومي والاغالي بدماء العراقيين على مدى 20 عاما